السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتتبع قناة أخبار الوظيفة إذن بعد ما تحدث لكم عن طريق التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة سنة 2014 فكانوا هناك عدة مترشيحين كيسولوا بخصوص واحد المشكلة فهو يتعلق يعني بالتخصص النهار الأول اللي تفتح السيد يعني ما كانوا يش كتبين تخصص العلوم القانونية فكان مكتوب يعني العلم القانونية أو الشريعة وهنا يعني بعض المترشيحين كان عندهم تخوّف يعني عندهم إجازاء في القانون وهم عملوا مثلاً العلم القانونية أو الشريعة وكانوا كيسولوا بخصوص هذه المشكلة فهنا كان خبار يعني هذه المترشيحين فرأة محل هذه المشكلة يعني لا داعي للتخوّف وهنا إذا لاحظتوا يعني هنا هذا الواصلة طلب الترشيح لأحد المترشيحين كما تلاحظوا كانوا كتبين في تخصص الشريعة والقانون لكن من بعد ما أدخل حالياً للموقع كتدخل هذه المعلومات يعني كتبين على سبق لك التسجيل رقم بطاقة الوطنية تاريخ لزياد كتدخل كلمة المرور اللي قد كم احتفظوا بها أثناء التسجيل أول مرة كتدغطوا في تسجيل الدخول وهنا أقدر لكم هذه الصفحة شنو أتعملوا أتعودوا تبين على طباعة طلب الترشيح وعادت القاوم للمشكل راتح إذن كتدغطوا في طباعة طلب الترشيح بمعنى الوصل إذن نحن قمنا بتحميل الوصل الجديد كما تلاحظون يعني تم إصلاح هذا المشكل هنا ولد في التخصص العلوم القانونية بمعنى مقاة الشريعة والقانون إذن يعني هذوك المترشيح اللي كانوا تسجلوا أول مرة فرع المشكل تحل قبل الختم كنتمنى الفيديونا لإعجابكم وما تسجد تعمل باشتراك وتقوم بتفعيل زر الجرس ليس لكم أي جديد أبو التوفيق والسلام ترجمة نانسي قنقر